أكد الاتحاد البرلماني العربي أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس هي حق تاريخي اعترفت به دول العالم قاطبة وجدد الاتحاد رفضه وبشكل قاطع ألعبث بالوضع القانون القائم في القدس بصفتها مهبط الرسالات وعاصمة الديانات وشدد في ختام دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في القاهرة على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية لما لذلك من أثر فاعل في تحقيق الأمن والسلم الدوليين كما أكد أهمية دعم توظيف العلوم المتقدمة في الطاقة النووية للأغراض السلمية فقط